من أمت بدأت تكتب؟ بالله من قبل التلفزة بثلاثة سنين لكن نكتب ونعملوا مصرحيات في تونس في دار شباب نتنقلة سيارة كبيرة فيها كراسي ومعدات وكل ما شاي تتنقل في الأحياء الشعبية الأحياء اللي ما فيهم إش دار شباب ما فيهم إش تأثير وتصير يعني فرشوا كراسي ويعملوا مصرحيات وكل ما صارت دار شباب منتقلة جيت لحينة وكل يا أخي بديت نعمل لهم في سكتش ويت كل الجمعة ما يجيوا مرة يوم لحد يا أخي نكتب أنا باش نهرت لحد نعرض خدام أصحابي سامحني كدش عمرك انت؟ ما عمريش كيف ما عمريش؟ علاش ديما؟ مش عارف بس عايش بقلي كتير لا بجد بجد كدش عمرك؟ لا مش عمري كم؟ كم تعطيني يا عمر؟ اسمع مش راح نكمل الحلقة لحد ما تقولي عمرك قدش قدش؟ هم عردي قالوا لي قد لي ما يعرف حتى حد عمري صحيح عشرين؟ لا لا أكبر ولا أصغر؟ انتي شنوط عطيني يا عمر؟ انت أكبر من العشرين ولا أصغر؟ مش نقولك؟ انتي شنوط تعرف أكبر؟ أصغر من العشرين؟ يمكن كيف يمكن؟ كان أكبر من العشرين؟ تقول لا ولا ايه؟ يمكن ناشم يكون؟ أكبر يمكن أصغر يمكن كيف كله يمكن؟ وفم العشرين لأنه موجود أنا ما هو عمره؟ المهم أنني نبح ذاك جوي به انت اشتغل تحب تحب عمري؟ انت تحب تكون زاره في لقاءاتك يعني ما نقولش على ما تقولش على شيء وكانت تلبس ماسك في وجهك لا والله لا عادي على تبيعتي مالكيف؟ مالكيف؟ خاطر أنا صحابي يعني حتى صحابي وكل شيء دي ما يسألوني على عمري فم كعبات يعرفوا عمري خاطر ما يعطيونيش عمري عمري مفاجئة في 2018 في قناة تونسية واحد القنوات طلعت وقلت عمرك 17 سنة وعامناه ولو عملت عيد ميلادي استضفت فيه الناس وكل وقلت اللي بش يجيه في عيد ميلادي بش يقوله على عمري وكتبت أثناش بالنبيل ودي شيء والله واثناش مجنون انت ولطبيعي لا مجنون لا مجنون لا مجنون 2018-17 سنة يعني توع عمرك نقوله عشرين واحد وعشرين سنة بما ان احنا خشينا في الواحد وعشرين ما انت موليد الفان سبحان الله سبحان الله ده ربنا له حاجات بطول عمرك بطول عمرك وعمرك زادة ان شاء الله يا ربي 1200 سنة ايزي يا ربي ان شاء الله تعيش حتى كتر منهم